سعيد احمد احمد اللي حصل النهوضة في الميدان واللي حصل من الصهر بقى لحد دلوقتي ان كان بيدل بيدل على ان الموضوع بتاع يوم تمانية اللي هيتم بيزد اللي يوم مواطعة بيعملوا حتة يعني خوف للمتظاهرين عشان خاطر يمنعوهم. خدتلك من اللي هيتم يوم تمانية والمطالبة بحقوقنا. فاحنا النهوضة مفيش مطالبة. محدش النهوضة بيساعدنا على ان احنا نطبق بحقوقنا. فاللي حصل النهوضة ده شوات البلطاجة خدتلك دخلوا فوستينا وادوغلوا كده فوستينا احنا عادين الزا ما اتعرفش. خدتلك لكن ان هم متظاهرين عشان خاطر ان هم بيطالبوا بحقوق لا. ده دول ده سيسا واخدين فلوس. مش قول لك اكتر من كده. سامو عليكم. تعقول كلمة بسيطة بسيطة بسيطة. بليك حمد من اصوان من قرية تشكة غرب. بيضيف النهاردة في القاهرة عندكم اشوف الصورة وتفرج عليها. لقيت شوات ناس صورجية. شوات بلطاجية. بيضربوا ان امهات الشهدة هنا وبيضربوا على امه بالانبيب. مع الدين دخلنا. امه بالانبيب الغاز. مسيكت واحد وسلمناه للجيش. بتاع الجيش بقول انا حارس المبنى ده. موضاش هتحرك. جيبولنا الناس لطوله احنا. هنجيبولك وانت منتخبينك عشان تتحكمنا وتدافع عننا. وانت اللي قاعد حارس عمارة وانت بتموت. عمارة عصن بن قدمين. تمام. ماشي. هل هو كده. انا ايمن ابرايم. انا مش هقول مين اللي ضرب مين ولا. بس انا بمنتهى الصراحة. ماشي مواطن مصري. ماشي. اللي حصل النهاردة في مدان التحريق. يتحمل مسئوليته في الاول والاخير المجلس العسكري. ويتحمل مسئوليته للمرأة وزارة عصام شرف. ماشي. كده بجد استهتار 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 بالمواطن المصري. ماشي. هم مش عايزين يحتقوا بحد. مش قادرين يحكم البلد. ماشي. يتركوها. ماشي. مش قادرين ينظموا. ماشي. القضاء عادل يحكم في القضايا الفساد على مدار تلاتين سنة. يتركوا البلد. والشعب هيقدرهم ان هم يجي يقولوا احنا قاسفين. مش هنقدر نكمل المسيرة. ماشي. لكن كده بجد استهتار بادمية الانسان المصري. بجد. ده يضرب في ده او بغض النصر. كلنا في الاخر بتطلع سمعتنا ان احنا مصريين. ماشي. لو الناس دي مش قادرة فعلا. والله عن ادارها اخر تادي. لكن قمة الفساد وقمة الاستهتار بالمواطن المصري ده ما نقبل واش عبال فكرة. انا عبدالله الصيام اه طالب تلت سنوي اعمل. اه طالب. انا جيت من الفيوم النهاردة عشان اقف مع المتظاهرين. اه. جيت اه الجماعة المتظاهرين نايرل لخيان بتاعتهم. ناحية المجمع. ناحية المجمع. اه. جمل يوم بتاعه الشاي ومعهم البلطجية. اه. كل اللي بقول لك بتعشي ما اعملوش حاجة. اه. بس كان معهم. تمام. ماشي. وجو حاجة معالين بقى نبيب الغاز وكان معهم حريم. والحريم كان بتقدر بقوة من رجالة. تمام. بتكزال لكل حاجات. ومسك الشيوخ الشيوخ هو الله اللي كان بتدفع عننا. اه. بدا انه كله والناس كلها كان بتقوم معنا. اه. والناس اغلبية الشعب اللي كانوا كله خايف. الا العشراء الترافين. اه. مع البيعين. البنك والمخدرات اي. والاعلام اعلن نها السوار. وليس السوار. من يبتهم السورة هندفع عليه اواضي. تمام. مع البيعين. واللي عمل المشكلة مع وزارة الداخلية ليس السوار والسورة بريئة منهم. البيعين. هم اللي بدهم. لكن لا يوجد اي حد من السورة. ولا من كهديد. احنا احنا بنتكلم دلوقت احنا مش عايزين منظرنا احنا كل يوم حد يجي يتكلم معنا يقولك مسلا في بلطجية في الميدان. احنا مش البلطجية. البلطجية معروفين اللي هما بيعين الشاي. وبعد بعد الناس تابع عليهم. احنا قلنا هنطور نفسنا من الميدان. وهنشيل الناس دي من وسطينا ومش عايزين كلام معهم. وخدنا جنب الوحدين عشان ما حدش يجي يقولك لما يجي يصور ما يصور ليش واحد متعور في وشه ما يصور ليش واحد. ويجي يقولك هادي الناس اللي في الميدان. احنا بعدنا عن الناس دي. الناس دي مش عايزة وجينا قلنا للمسؤولين تعالوا شوفوا احنا مطالبنا ايه وشوفوا الناس دي وانزع الناس دي من وسطينا احنا مش عايزينهم مش عايزين حد يبقى احنا كلنا بيتحط في دايرة واحدة بالنسبة تحطيني في شاكل ازا شاكل واحد بلطاج ازا واحد عايز يقفي بيع لنا شاي بالعافية او ييجي واحد وحط لك كرسي يقولك انت ادقى دي نقط بفلوس فحاجات احنا في غنى عنهم شكرا شكرا